موسيقى ما حسيت غير انه ضربني بخشمي والنزف كله شقو النزف وضربني بعيني عماد قاطع هو مدير احدى المدارس الابتدائية في الديوانية تعرض لاعتداء جسدي ولضي من قبل احد اولياء امور الطلبة ما ادى الى كسر في الانف ونزيف في العين تفاصيل الحادثة يرويها المعني لدجلة تخربط عندنا طفل فرأسا المعلمين شالوا الطفل والدولي الادارة بس احنا ما قدر يعني رجعنا للطفل قلنا خلين شو شين وضعيته فقلنا لبابا ممكن تطين رقم اهلك انطعنا رقم خابرنا عن رقم طلعت والدته ام سيف فقلنا لهم سيف الطفل من تخربطه شوية فقالت استاد سيف عدا انخفاض بالسكر رأسا جبنا له حلويات وكنا وغسلنا له شوية ارتاح فقلنا الوالد والدته ممكن تجينا خاف يتخربط وضعه بقى يمكن عبر على الوقت عشر دقائق فاحنا جاي عدنا لدنا تقييم خارجي من تربية الدوانية في 2003 فقالدي ملغفون حتوهم المشرفين سمعنا صوت عالي فطلعت على الصوت لقيت شاب لابس راكسوت وما اخذ الطفل وطبع فصحت علي قلت له بس ممكن بس هو يحتيو يعني يتجاوز يحتيو يصيح وكذا فقلت له ليش الموضوع شن هو ممكن حتيوياك فقال شين تحتيوياي ابني لو ميت قلت له موحنا شنو ابنك قال انتم خابرتون علي ابني قلت له انا ما خابرتك اللي خابرتها والدته فقال انا والده قلت له زين انت والده راح تاخذه ممكن انتطيني هويتك فرأسا يعني انتفاجأت حتى رده فقال شينو انتم بيكم حظ اطبقوا النظام براسي فقلت له انا ما تجاوز عليك جاي اقول لك انطيني هويتك الكادر يمي الكادر التعليمي فقال راح انطيك هويته بس راح ارجعلك جاي احتي وي الطفل قلت له بابا مدنق على الطفل بابا شي صرم عندك هذا الرجال ومدنق عليه لابس نظارة ما حسيت غير انه ضارب خشمي نقابة المعلمين في الديوانية شددت على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على الكوادر التربوية والمطالبة بتفعيل قانون حماية المعلم هذه ظاهرة غير قانونية وغير حضارية تم الاتصال لسيد مدير عام التربية كون الجهة الرسمية والتنفيذية على المدارة المدرس رأسا شكل مجلس تحقيقي بدعوتين دعوة شخصية ودعوة حق عام وامر الشعب القانوني ممثل قانوني بمتابعة الدوعة مع مركز الشرطة نطالب من خلال قناتكم الموقرة بتفعيل دور قانون حماية المعلم وتفعيل هذا القانون قانون موجود بس يجب أن نفعل بصورة صحيحة مخاوف لاحقت الكوادر التدريسية من تكرار هكذا حوادث إذا لم يكن هناك رادع حقيقية يحاسب المعتدين من الديوانية سيف علي قناة دجلة كرفانات متهالكة ودجاج يطوف على التراب أو ساخ متناثرة وسياج مباح لكل من هب ودب تخيلوا أن هذا المشهد يجسد واقع مدرسة الليلة المباركة في منطقة العبور بأيمن الموصل التي تحتوي على أكثر من ألف طالب وطالبة مقسمين إلى وجبتين المسؤولين يقبلون أطفالهم يدامون بأي مدرسة يعني بالمدرسة الطلابين يقعدون صفونا الطلاب كلها بصفحة على مدرسة الصبعالية ومي والطلاب كلها قاعدة على القاع حتى رحلات ما بيها نحن نريد أن نطالب مدرسة نطالب المسؤولين كرفانات مهترئة لا تحجب عن الطلاب مع السماء وبرد الشتاء ومقاعد لا تكفي نصف أعدادهم والشبابيك كما السياج الخارجي للمدرسة لا تستطيع حجب هواء الشتاء البارد والمنطقة برمتها كحال هذه المدرسة فلا شوارع ولا حتى مركز صحي أو مدرسة متكاملة بالمناسبة أن المنطقة لا بيها مدرسة مدارس كلها كرفانية وكرفانية غير مجهزة لا بيها مستوصف أو مركز صحي لا بيها تبليط وشوارع مديرية التربية في نينوى ما تزال حلولها غائبة بسبب عدم وجود أراضي مخصصة لتربية المحافظة تستطيع من خلالها تشييد المدارس وهذا الأمر جعل العديد من الأحياء تعاني من ذات المعضلة لذلك اكتفت بتزويد مدرسة الليلة المباركة بكرفان إضافية سيصلها قريبا بالنسبة للمدرسة الليلة المباركة التي ذكرتها طبعا جرى كشف من المدرسية وسيتم تزيدهم بكرفانة إضافية لحل الزخم الموجود في هذه المدرسة طبعا بالنسبة للمباركة هي الأرض ليست تابعة لمديرية التربية هناك في منطقة العبور أكثر من مدرسة نفس الموضوع هي مدارس كرفانية بسبب عدم وجود أراضي مخصصة لتربية نينوى لبناء مدارس هناك ست سنوات مضت على تحرير المحافظة وما تزال هناك أكثر من ستين مدرسة كرفانية في نينوى ولم تستطع الوزارة حل تلك المسألة رغم أهميتها ونواب المحافظة مكتفين بالتسريح وإعطاء جرع الأمل دون حلول تذكر على الأرض من الموصل أحمد جفال قناة دجل الفضائية بظل الوقع الصحي السيء الذي تشهده باب الله هناك أياد خفية تعرقل بناء المستشفيات والسبب يتعلق بمساومات لشركات المنفذة تارة وتحويل القطع المخصصة لبناء المستشفيات إلى استثمار تارة أخرى دجلة تحصل على ملف بناء مستشفى المحاول الجديد الذي تحول إلى بناء جامعة بغداد للبنات رغم وجود كتاب بعدم موافقة مفتشية آثار بابل منح الأرض إلى أي جهة أخرى سوى بناء مستشفى المحاول الجديد وجدنا هناك الكثير من الأراضي التي هي مهية لغرض حسب الخطة الموجودة لغرض إنشاء مستشفى عليها وكامل كافة الأوليات والموافقات لكن لم تنشأ كل مستشفى طبعا إلها مسابباتها وأسبابها تختلف عن الأخرى على سبيل المثال مستشفى النيل للأسف هناك اختيار في الشركات ومساومات مع هذه الشركات للأسف يعني مقابلها فساد حال دون حالة هذه المستشفى لأنها تأخرت أكثر من سنة أبو غرق مكان خدمة عامة هو مخصص بالأساس مستشفى شون حيل استثمار بالنتيجة أحنا الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء نحن كنا ننتظر معها الحل لكن مجرد الطلاحة على الأوليات رئيس الوزراء أحال الملف إلى الهيئة النزاعة مباشرة مراقبون يتحدثون عن حاجة المحافظة إلى هكذا مؤسسات صحية بسبب الزيادة الحاصلة في السكان وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى قطاع الصحي بسرعة من محافظة بابل هو متهالك ومتدني جدا الأقضية والنواحي بدت تتسع بدت عدد النسمات تكبر وتعلى أكثر وأكثر وتفتقر الأقضية والنواحي إلى مستشفيات أو مراكز ومستوصفات صحية لغرض مساعدة ومعالجة المواطنين المشاكل التي تصير بهذه المستشفيات والأياد التي تقف خلف تلك وعدم تمرير بناء مستشفيات حديثة وفق مواصفات عالمية متطورة لخدمة المجتمع هذه كارثة حقيقة مثل ما يحصل لمستشفى النيل ومستشفى بغرق وغيرها كثير من المراكز الصحية ويرى مختصون إن البنى التحتية للمؤسسات الصحية في بابل قد انهكت بسبب تقادم الزمن وبحاجة إلى مؤسسات صحية جديدة لدعم الواقع الصحي في بابل بيداق ناقوس الخطر السليمانية تحذر عبر مديرية البيئة فقدان غابات كردستان إذ الاقليم فقد 50% من غطائه الأخضر بسبب استمرار الاعتداءات من المواطنين لاستخدام يقشاب الأشجار للتفتفئة في موسم الشتاء في السنوات الأخيرة تم الاعتداء على الكثير من الغابات في حدود أقليم كردستان وإن استمر الأمر على ما هو عليه سنشهد في المستقبل القريب انحسار المساحات الخضراء وبالتالي التأثير على البيئة التي نعيش فيها إضافة إلى زيادة الانبعاثات المضرة للإنسان نحن في مديرية البيئة نسجل يوميا مخالفات بقطع الأشجار بطرق غير قانونية ومفتعلة تختلف من عام لآخر وتخالف القانون الصادر لحماية الغابات والبيئة عام 2012 ومن هنا نتعهد بمتابعة كل المخالفين وتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم بطريقة توافق قطع الأشجار والضرر الذي يلحقونه بالبيئة منظمات المجتمع المدني تحاول ترميم البيئة عبر حملات تشجير على قمم جبال السليمانية حيث بلغت عدد الشتلات المزروعة أكثر من 20 ألف شتلة على مساحة سبعة آلاف دونام خلال العامين الماضيين نحن كمنظمة سي دي أو بدنا بمشروع التشجير في جبل قويجة من سنة 2020 وبدنا الحملة بزرع أكثر من 25 ألف شتلة بجبل قويجة لغرض حفاظ على البيئة والطبيعة بالمنطقة ونطالب بالناس بالأخص اللي يعيشون بالقرى ومناطق جبلية بعدم تقطيع الأشجار لأن هذا يؤثر على البيئة ويبين أثرها على الطبيعة في مدى البعيد وحول التجاوزات نشرت شرطة الغابات في تقريرها السنوي حصيلة قالت خلالها أنها ألقت القبض على أكثر من 140 شخصا قطعوا أشجار الغابات أو تجاوزوا على حروماتها لمحاسبتهم مفق قانون البيئة الصادر قبل عقد من الزمان من السليمانية مخلد محمد قناة دجل الفضائية في مدينة تعاني من الفقر والبطالة اتجه العديد من الشباب إلى تأسيس مشاريع صغيرة لسد احتياجاتهم المعيشية ومساعدة أسرهم رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الواقع المعيشي بسبب متطلبات الحياة نحن كشباب التجهنا المشاريع الصغيرة بساطة هذه المشاريع لكن هي عائلتنا عانتنا على الحياة عانتنا على المصروف المادي اليومي على الطبيب متطلبات الحياة تقرب نحن شباب متزوجين وأصحاب عوائل فاتجهنا الأعمال الحرة اللي هي مثلاً هسان صاحب مطبعة امتهنت هاي المهنة عن والدي لأن ماكو فرص عمل بالدوار الحكومية وبالمؤسسات الحكومية بالأضافة لجبتوا ياي شباب كادر أيضاً خريجين ما حصلوا فرصة عمل لذلك الحكومة يجب أن تكون هناك خطط واضحة خطط مستقبلية لتوفير فرص عمل للشباب اللي ما لقوا فرص عمل بالمؤسسات الحكومية وتسببت الأزمات المالية المترادفة التي تعرضت لها البلاد في ارتفاع نسب البطالة وفق تقارير حكومية في وقت غابت فيه المعالجات الحكومية من توفير فرص عمل جديدة وهناك أكثر من 90 ألف مسجل كباحث عن العمل في موقع الوزارة دور المديرية هو إيجاد فرص العمل لهؤلاء المسجلين أو تقديم التدريب لاختصاصات معينة بما يتطلبه سوق العمل وكذلك تقديم الاستشارية إلى كافة الراغبين بالعمل سواء كانوا خريجين من المعاهد والكليات والدراسات العليا فضلا على بقية المستويات الدراسية ليش ما نسأل على الموضوع الأساسي ليش يدوروا بالقطاع الخاص عن عمل وظيف حكومي أولا بسبب عدم تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي إذا اليوم القطاع الخاص أدرك أنه أو الأيدي العاملة بالقطاع الخاص أنه عدتها ضمانات كضمانات الموظف الحكومي راح أكيد بالتأكيد راح يبقى بمكانه واحد اثنين أنه لابد من إيجاد قطاع مختلط بين القطاع الخاص والقطاع العام ويواجه الواقع الاقتصادي في المحافظة تحديات كبيرة آخرها تقلبات سوق العملة وارتفاع الأسعار ما جعلت هذه المشاريع الصغيرة في مواجهة مباشرة تعرض أصحابها لخسائر مالية مرهقة من ميسان حيدر الساعدي قناة دجلة يعني أنا واقف بالشارع وجو الشرطة طبقوا على السيارة يعني أتبضع من أحد المحلات يعني دخلت النجدة علي حضرتك يعني من أبو الفورت السودة قلتهم آني السيارة الفورت مرقمها قلتهم باسمي قلتهم باسمي سنوية هذه السنوية قال هذه السيارة مسروقة بسنة 2021 قلت له هذه السيارة باسمي من 2019 يوصفوا بأنه ابتزاز رسمي عملية احتيالية معقدة تختص بالسيارات هذا كل ضغط على موت أنت تضطر تروح للتاجر تتفعل الفلوس رحم الله والدك بيصطلع للسيارة حتى يعني أخلص هذا الأمر بما أنزل إذن العملية هي عملية أسميها ابتزاز بشكل رسمي يعني دائرة رسمية تحجز سيارتك ودزك على شخص يبتزك حتى يأخذ منك مبلغ وينتهي الموضوع العملية تترتب بواسطة اتفاق ما بين التاجر وبعض الموظفين في المنطقة الحرة الغاية منها ابتزاز المشتري الأخير للسيارة العملية عبارة عن اتفاق للتاجر ويامن ويمعقب في ذاك الزمن ويموظفين لها العمل المنطقة الحرة بعدها من يتورط بها يتورط بها ليشتريها ابتزاز كلها حتى يصير بها عملية ابتزاز يبتزون المشتري المبلغ المبلغ اللي طلبوه ستالاف دولار ستالاف على ويطلعون سيارة حتى يروح للحرة يخليهم يشيلون دعوة عن سيارتي أو الشكوى عن سيارتي هذا الشخص تعرض للاحتيال من قبل شبكة تختص بتحويل السيارات ويكشفوا عن آلاف الصفقات جارت بهذه الطريقة الهيئة عامل المناطق الحرة راح ترفع دعوة أنه هذه السيارة هذا الشخص طلع هذه السيارة بشكل مزيف للمحكم المحكمة راح تنطي راح تنطي فقط القبض على هذا الشخص اللي هو زيف الأوراق بداخل الهيئة عامل المناطق الحرة زين أنت بعدها بعد هذه الحالة يعني ما ماكو أي إجراء بالسيارة الهيئة العامة ترفع دعوة النوب على السيارات يعني هذه الحالة موحدة أو اثنين أو اثلاثة تقريباً بنسبة 60 حسب ما شفت الحصار لأنني بحثت الموضوع جداً 60 إلى 70% من السيارات الداخلة في سنة 2015 2016 2017 إذا يذكرون جماعة القمارك بهذه الفترة رفعوا القمرق على التجار من السيارات بالتالي من رفعوا القمرق التجار قاموا ويجبون معاقبين يقومون بهذه العملية وهي الحرة من التفاق هذا كأتفاق بين التجار وبين المعاقب أنه يدخل هذا المعاقب للقمارك يخلص السيارة بطريقة معينة بقمرق أقل أو بدون قمرق معرف يعني العفو مو قمرق العفو الأجور هذا الضريبة الضريبة اللي هي المال الحرة تطلع بهذه الطريقة من المستفيد بهذه؟ التاجر لأنه رح يبيع السيارة مرتين من بغداد مصطفى لطيف قناة دجلة الفضائية أبو الطيب المتنبي شاعر العرب وأهمهم فصاحة وشعرا صاحب آلاف الأبيات بالمديح والرثاء أكثرهم حاجة إلى من يرثيه فواقع ضريحه المتهالك في قضاء النعمانية لم يختلف كثيرا عن حال المواقع الأثرية في المحافظة التي طالها الإهمال والتقصير الرمز الواعي والرمز الذي وضع للعراق حضارة فنية وأدبية ولهذا نجد هذا المكان وأنت تمر في هذا الشارع من باب المتنبي التي تؤدي إلى ضريحه تجد الطريق حتى الطريق معثر ومكسر فنناشد ولا قاعات ولا حمامات ولا حدائق ونحن يسمون أهالي النعمانية بأنهم أهل الكرم فكيف نكرم أين يجلس الضيوف الأدباء والشعراء في المحافظة انتقدوا الإهمال الوزاري الذي طال طريح الشاعر المتنبي فرغم الوفود العربية والأجنبية التي تأتي لهذا المكان إلا أنه يفتقر لأبسط المقاومات الخدمية الإهمال واضح بهذا المكان ومثل ما ترون هذا كله بالتموين الذاتي لم يصرف الدولة قرش على هذا المكان هذا المكان قبل يومين أو ثلاثة وفد كندي وقبل وفد إيطالي وقبل وفود عربية أتت إلى هذا المكان فصراحة نخجل لبؤس هذا المكان ولمقام أبو الطيب المتنبي أن يكون منتجة كبيرة تستفاد من عند المحافظة بالإضافة لقبر المتنبي التاريخي هناك أكثر من ألف موقع أثري في واسط يعاني التهميش والإهمال وعرضة للإندثار فيما ينتقد مختصون غياب الاهتمام من الجهات المعنية محافظة واسط أكثر من ألف موقع أثري وجميع هذه المواقع الأثرية قسم مستكشف وقسم غير مستكشف لحد الآن الحقيقة لم تستفد لا المحافظة بشكل خاص ولا دائرة الآثار العراقية من هذه المواقع حقيقة أن هذه المواقع ذات أهمية اقتصادية وثقافية ومما يؤسف له أن دائرة آثار واسط لم تولي اهتماما برغم المناشدات لم تولي اهتماما بهذه المواقع الأثرية أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم هذا ما قاله أبو الطيب المتنبي لكن يبدو أن كلماته لم تجد من يسمعها من الحكومات ولم يجذب أدبه نظر المسؤولين فأمسى هذا حاله من محافظة واسط محمد الإمارة دجلة هل إطلاقه بسدة الهندية صفر؟ أتمنى هذا الفيديو يوصل مع الوزير الموارد المائية يعني محافظة المثنى بالكامل معدها ولا قطعت مال في هذا الفيديو يستغيث مدير المثنى في الحكومتين المحلية والمركزية وهو يقف على نهر الرميتة الذي وصل الحال فيه إلى شبه الجفاف بسبب حالات التجاوز على الأنهر من قبل محافظات مجاورة أخوان هذا شط الرميتة حالياً تشوفوا نحن أنا عبادة بخمتير تصلوا بيه الصباح رحت للمشروع الرميتة الجديد لقيتم صفر النهر يمنا هل إطلاقه بسدة الهندية صفر؟ أتمنى هذا الفيديو يوصل مع الوزير الموارد المائية يعني محافظة المثنى بالكامل معدها ولا قطعت مال طبعاً صارنا سبوع اليوم ماكو ضخب السماوة في أي مشاريع الإسالة متوقفة بالكامل وشط الرميتة وزارة الموارد المائية لغتها بالكامل محافظة الديوانية تجاوزت على شط الرميتة وأخذت الحصة مثل ما تجاوزوا على نهر التعزيز وأخذوا الحصة من نهر التعزيز حالياً نهر التعزيز خمس سنوات ما بي ولا قطرة وهذا شط الرميتة شوفه راح يصير مثل نهر التعزيز ونعتمد على الفرات والله المعين الجفاف الذي ضرب أنهر المحافظة فقد معه المزارعون الأمل بالزراعة وبعد يهدد هوية المدينة الزراعية نظراً للأراضي الزراعية الوسعة فيها واعتماد أغلب سكانها على الزراعة كمصدر الرئيس لأرزاقهم لا مايينة ولا عدنا زراعة حلالنا راح يموت وحالينا الساعي حتى ماكوا عدنا مثل أعلاف غالي حيل وهذه وزراعة ماكوا حتى نعيش حلالنا به نعم والماء ينقطع لنا يعني راحت هويتنا العامة بالعراق انتهاز من قبل الماء يعني ماء ما عدنا بالعراق أول واحدة لأبار تعب والثانية لشسمة لنهر ما بيها ماء ذاك الماء طبعاً أكو تجاوز علينا أكو تجاوز على السماء وهو هذا التجاوز راح أخلي العشائر تكامل ببيناتها راح تتشاتل ببيناتها من وراء الماء الحل شنو؟ شنو الحل حل بيد الدولة والدولة ما بي يتحرك يعني أهلي حل المشاكل اللي ما حلته راح تصبح المشاكل بين العشائر انخفضوا زراعة مساحات الأراضي الشاسعة في المثنى بنسبة كبيرة نتيجة شحة المياه ربما يدفع حكومة المثنى المحلية أيضاً إلى التهديد والتعامل بالمثل والتجاوز على الحصص المائية للمحافظات المجاورة من نهر الفرات فيما لو استمرت تجاوز على حصتها المائية من قبل المحافظات المجاورة من السماوة حسين الخزالي قناة رجل الفضائية خمسة ملايين وثلاثة واربعون ألف عدد المواطنين المتزاحمين على شبابك الحماية الاجتماعية لا يتسلم منهم مرتباً إلا ما يقل عن نصف هذا العدد فيما تأمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إدراج 300 ألف مواطن في موازنة العام القادم ليبقى أكثر من مليونين ونصف في انتظار موازنات وعوام قادمة بحسب ظروف الدولة العراقية نحاول أن نرفع نسبة الراتب ولو تتناسب مع رفع سعر صرف الدولار وهذا ما نعمل عليه في موازنة 2023 إن شاء الله لدينا كذلك التوسع الوفقي وهو زيادة الأسر المشمولة وهذا ما أطلقناه في النافذة الإلكترونية نتوقع في عام 2023 أن نستطيع أن نشمل ملايق لعن 300 ألف أسرة جديدة طبعاً لدينا الآن هيئة الحماية الاجتماعية تدفع لعانة أو راتب الحماية لمليون وثمانمية واربعة وثلاثين ألف أسرة وذوي الإعاقة لميتين ألف معاق وذوي الاحتهاجات الخاصة نحن اليوم نريد أن نمكن العمالة المحلية على العمالة الأجنبية من خلال أنه القوانين في وزارة العمل كذلك أنه نحن ساعين في لجنة النفط والغاز النيابية بهذا التوجه راح تكون هناك بوادر خير حقيقة في هذا المحور فيما يتزاحم نواب عن البصرة للوفد الوزاري القادم من بغداد بملفات تخص العمالة الأجنبية والعربية العاملة في المنشآت والمشاريع خصوصاً النفطية منها فيما تتصاعد وطيرة الاحتجاجات في المدينة التي تطالب بفرص وظيفية كان عندي رعاية وأقبل 320 فوراء صار عديد يجي أولد الثنين من جهاري عمر 18 سنة كالصوم بقوا يطوني بس 125 زي 125 أنا مع أواق ضربتني جلطين زي 125 بروح بوكت عايشي لا واحد بالشهر أنا قاعد الله وكيلك ومحمد كافيلك يعني قاعدين وعندنا ناس مرضة اثنين أكد عليهم وأنا أشتغل عماني يعني عماني شي جديد أحد ما يمكنه وأنا ما يمكن به تبدو حالة الفقر والبطالة واضحة المعالم في محافظة البصرة فهل ستكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قادرة في مشاريعها امتصاص ولو جزء من هذه البطالة لقناة دجلة حسن مظلوم البصرة لم يحن وقتهم فأرادوا حجز الملعب الخماسي عنوة حارس الملعب كان الضحية نحر الشاب جهاد من الوريد إلى الوريد بعد هجوم أربعة أشخاص عليه بالسكاكين ابني فقير ليش يتزافينا ليش شو مسوي لكم معارككم شو ما أخذ من عدكم شو يريدون منه يعني أخوي أما ما قدر يحميه جاني يركض ذبح أخوي ذبح أخوي جاني يركض ما قدر يلوم طيحين على اليوم كسرينه تكسر والله بذاب عين ودات شينه من وراء ليش يجي ليه يجي ليش يعني أعتبرها طريقة داعشية يعني الدواعش لما يلزمون الإنسان العراقي يذبحوا من الوريد إلى الوريد فهذا ما مقصر ذبح ذبح الحادث حصل في مدينة الصدر التي تشهد انتشارا أمنيا كثيفا الجنات طلقاء رفضوا تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية عائلة جهاد تروي تفاصيل ما يحدث جهاد يشتغل بملعب هنا بـ 42 جاه جاهل قال للسر مو إليك خليني شوية يخلصون ذلي وبعدين تدخل التوجه معتك ظل يغلط على إبني ساببه هو ماما متحمل قال له دروح بابا روح ماما متحمل هذا روح جيب أخوانك وهجموا عليه أربعة بطريقة وحشية وحشية جدا نزلوا عليه بآلات حادة سكاكين مع كترات وقاموا بقتل بقتل وحشي غياب الرادع الحقيقي جعل من هذه الحالات الإجرامية تنتشر وبقوة بين قطاعات مدينة الصدرة التي تشهد وبشكل شبه يومي صدامات مسلحة بين أطراف مختلفة ما حد رادعهم ردع لو قالهم ردع من باقي العشائر ما يسون هذا اللي صار فما قالهم ردع فهذا لازم نحن نخليه لحد وطلعنا مننا قلنا نجيب الجنازة اللي قينا جيش مواقف ضباط واقفة ما تطلعون قلت لهم ما راح يجيب جناستي يدين شيء زيان هذا الشارع كل الفلاح كله علينا قاطع كله شامر علينا بالجيش يحمينا الجيش مثلا عائلة الشاب جهاد بدورها دعت الأجهزة الأمنية ملاحقة الخارجين عن القانون ممن تسببوا بقتل ابنهم نريد من القوات الأمنية ونريد من العشائر إن شاء الله أن يسلم للقوات الأمنية يسلم نفسها إحنا إذا سلم نفسها تنطف الفتنة كلها كل الفتنة إحنا ما عندنا شيء إحنا ما ريد نسوي هجوم وسلح بيعتبر إحنا نسوي الأكبر مننا لا إحنا ريد السلمون وموجودة جانب قانوني جانب قانوني من بغداد مصطفى لطيف قناة دجل الفضائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة